السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري معكم هويدة محمود وإن شاء الله النهاردة هنعمل معجنات بطريقة بسيطة جدا هنستخدم عجينة مقدرها مصبوطة وطعمها لذيذ قوي هتكون خفيفة وهشة والنتيجة بتاعتها هتعجبكم جدا من نفس العجينة هنعمل شكلين مختلفين الأول عبارة عن بيتزارول بطريقة تقطيع بسيطة قوي هتحافظ على الحشو اللي جواه والشكل الثاني فطاير هنعملها في أولب الكوبكيك شكله جميل جدا في التقديم وكمان لذيذ قوي الحشوات بسيطة قوي ووقت التحضير قليل يعني هنحضر شكلين من الفطاير بنفس العجينة في وقت قليل ونتيجة ممتازة أتمنى فعلا تجربوا الطريقة بتاعت النهاردة وهتنباهروا بيها ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونقول بسم الله لكن في البداية ما تنسوش اللي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك فيها ويفعل الجرس أو حواجب علشان يوصلوا إشعار بالفيديوهات الجديدة أول بأول وكالعادة أول حاجة هبنأ بيها مقدار الدي وانا هستخدم كيلو وأي نوع نقدر ان احنا نستخدمه سواء ديء فاخر أو لجميع الأغراض أو كمان الدقيق السايب اللي عند العطار اللي احنا بنجيبه بالوزن أهم من نوع الدي هي الخميرة اللي هنستخدمها لأن هي ديء اللي هتديني النتيجة المزبوطة أنا هحط الديء في العجان طبعا إحنا لو هنستخدم يدينا يبقى هنحط الديء في طبق غويت وهنشوف دلوقتي باقي المكونات اللي هنستخدمها مع الديء في البداية بحتاج لمعلقتين كبار من السكر وهي هحتاج كمان لمعلقتين كبار من الخميرة الفورية المقدار دا لو احنا هنستخدم الأكاس الصغيرة مقدار كيس وزنه 12 كرام بحتاج كمان لمعلقتين كبار مليانين من اللبن البودرة أي نوع لبن بودرة عندنا نقدر ان احنا برضو نستخدمه مع المكونات بحط نص معلقة صغيرة من الملح ممكن ان انا استغني عن اللبن البودرة واستعمل اللبن بدل المية لان انا هحتاج في المقادير دي كبأتين ونص من المية الذفية فلو انا استغنيت عن اللبن البودرة ممكن ابدل المية باللبن الحليب في البداية هحط كبأتين المية وباقي الكمية بتاعت المية هستخدمها مع العجن علشان هشوف الاحتياج بتاعي الديء قد ايه وبحتاج كمان لنص كوباية زيت ونقدر نستخدم اي نوع سواء زيت درة او زيت عباد كده مش فاضل في المأدير غنص كوباية الماية الدافية ودي هنزلها على الديء بالتدريج لو الديء احتاج سويل كمان هضيف كمان بيضة كاملة والبيضة هنا اختياري يعني انا لما بستعمل بيضة مع العجينة اللي بالشكل ده بتديني هشاشة وتراوة للعجينة بعد كده لكن في بعض الناس ما بتفضلش استخدام البيض في العجينة فنقدر ان احنا نستغنى عنها العجينة طبعا احتاجت ان انا ازودها سويل فزودت نص كوباية الماية فما ينفعش من البداية ان انا احط المقدار كله بتاع الماية لان ممكن يكون زيادة على العجينة فهنضطر ان احنا نزود دقيقة فضروري ان الكمية الاخيرة من الماية سواء النص كوباية او الكوباية كاملة نضفها بالتدريج حسب احتياج العجينة كده خلاص مقدار الماية مظبوط هبتدي ان انا اضيف البيضة وهسيب العجينة شغال لمدة عشر دقايق او تمن دقايق لحد العجينة ما تبقى طرية ولينة ونعمة جدا طبعا احنا لو هنعجن في الطبق هنعجن برضو نفس المدة لحد العجينة ما تبقى طرية ولينة واول ما تسيب جوانب الطبق يبقى كده العجينة خلاص اتزبطت ومش محتاجة ان احنا نعجل تاني وكده مش فاضل غير ان انا اغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة او ساعة اللي ربع بالكتير لان الجو مش برد قوي بعد نص ساعة اتضاعف حجمها وبقت بالشكل ده ببتدي ان انا اهبطها واطلع الهوى منها وبرش رشد دقيق بسيطة على الرخامة وبنزل العجينة اه انا هقسمها لنصين اه كل نص هعمله صنيتين من الشكل اللي حضراتكم شفتوه اه يعني صنية البيتزارول هعمل منها اتنين وقالب الكابكيك برضو هعمل منه اتنين اه بكده انا هقسم العجينة لاربع اجزاء اه كل جزء هنشكله دلوقتي وهنشوف هنعمله ازاي اول جزء هعمله بيتزارول باخد العجينة وبرش عليها رشة بسيطة من الدقيق وهنبتدي ان احنا نفردها بيننا الشابة او بالمردانة اه طبعا العجينة لازم بعد ما قطعتها بسيبها دقيقتين او تلاتة ترتاح علشان تتفرد معايا بكل سهولة والخطوة دي نخلي بالنا منها كويس قوي لان العجينة لما بنيجي نفردها بسرعة من غير من سيبها ترتاح بتموت وبتلم معانا تاني اه بفردها على شكل مستطيل بالطريقة دي وهنبتدي دلوقتي ان احنا نوزع عليها الحشو اي حشو متاحا دي نقدر ان احنا نستخدمه اه في البداية هدهن اه وش العجينة بسلسة البيتزا وكنت صورتها قبل كده في القناة وان شاء الله حط الرابط بتاعها في صندوق الوصف اه للي حب يشوف الطريقة بتاعت سلسة البيتزا اه هوزع كمية على وش العجينة وهدهنها بالفرشة بعد كده اه هبتدي ان انا احط الحشو على العجينة وانا محضرة اه في الفيلم قطعه شرايح صغيرة ومحضرة كمان مكعبات صغيرة من الطماطم والزاتون ومحضرة كمان جبنا موت زاريلا وعندي كمية منقل السجوء اه بشوحه على النار الاول تشويحة بسيطة بعد كده بقطعه الحطة صغيرة ممكن انا استخدمه صوابع سليمة لو حبينا اه بعد ما وزعت الحشو زي ما حضراتكم شايفين اه هبتدي دلوقتي نشوف طريقة اللف للبيتزا رول طريقة بسيطة جدا لكن اه الاهم من طريقة اللف هو التقطيع اه دايما لما بنيجي نقطع اه شرايح اللبيتزا رول الحشو بيطلع منها فاحنا دلوقتي هنشوف طريقة بسيطة جدا هتحافظ على الحشو اللي جوه اللبيتزا اه ما يطلعش من دينا خالص واحنا بنقطعها ومش هنستخدم السكينة خالص بعد ما خلصت الحشو باخد طرف العجينة من برة وببتدي اطبقه على الحشو وبنلفه بالشكل ده على شكل رول علشان كده طبعا احنا سميناها بيتزا رول اه بلحم الحرف اللي برة خالص علشان الحشو ما يطلعش منه اه لحد دلوقتي كده الخطوة بسيطة جدا ما فاش اي مشكلة خالص اه بندغط عليها ضغطة بسيطة علشان العجينة تتمسك مع الحشو وبستخدم في التقطيع اه حتة صغيرة من الخيط اه بنزل الخيط من تحت العجينة وباخد كل طرف اه في الجهة العكس وبعد كده ببتدي ان انا اضغط عليها فالقطع بتاعت العجينة كده بتتقطع بكل سهولة وبنحافظ على الحشو اللي جوه ان هو ما يطلعش لو استخدمنا السكينة في تقطيع البيتزا رول يعني اغلب الحشو بيطلع ويمكن العجينة كمان بتتهدر مننا وعشان العجينة اللي انا حضرتها طرية ونعمة فاستخدام الخيط افضل حاجة من السكينة اه الشكل منتظم زي ما حضراتكم شايفين والحشو كمان اه ما خرجش منه حاجة خالص الطريقة بسيطة اوي لكن لو تعودنا عليها هنليه اسهل بكتير اوي من السكينة اه بعد ما خلصت تقطيع بارستها في الصنية الصنية مش مدهونة اي حاجة اه بضغط ضغطة بسيطة بس علشان حروف الحشو تبقى ثابتة جوه العجينة وكده مش فاضل غير ان انا ادهن الوش بتاع البيتزا بفرشة من الصلصة اللي احنا محضرينها من البداية اه بعد كده بدخلها اه الفرن سواء فرن الكهرباء او فرن البتجاز سبق التسخين على درجة حرارة متين والبيتزا بتقعد من ربع ساعة لتلت ساعة اه لو الفرن اللي احنا هنستخدمه اه حامي جدا ممكن تقعد عشر دقايق بس اه لكن المهم ان احنا لازم نتبعها علشان ما تتحرقش من تحت ويجي بقى للشكل التاني وهستخدم فيه قالب الكوب كيك في الاول هدهنه بفرشة بسيطة من الزيت وهرش برضو رشة بسيطة من الدي على الرخامة وهبتدي ان انا اقطع العجينة الاول بعد كده هشكلها اه هقسم العجينة لست قطع اه الكمية اللي انا هستخدمها دي تعتبر اه ربع الكمية بتاعت العجينة اه لو احنا هنستخدم القالب اللي فيه اتناشر عين اه يبقى نص العجينة هنشكلها الاثناشر قطعة وبعد كده هنبتدي ان احنا نفردها اه بعد ما قطعتها اه بكورها بالشكل ده وبركنها على جنب وهبتدي دلوقتي ان انا افرد اه كل قطعة انا شكلتها اه برشة بسيطة برضو مني لدي ايه علشان العجينة طرية اه ببتدي ان انا افردها اه بشكل دايرة صغيرة يعني مش بحاول انا اكبرها قوي اه بحجمه بسيط بالطريقة دي بعد كده هاخد اه القطعة اللي انا فردتها بالمردانة وهفردها بالشكل ده في القالب لكن هحاول ان انا انزل العجينة طبعا تاخد العمق بتاعها جوه القالب اه بعد كده هحط الحشو برضو المتاح عندي اه اي نوع حشو متاح عندي قدر ان انا استخدمه اه انا حطيت في البداية كمية بسيطة من الجبنة المتزارلة وعليها زقتون وطماطب وفلفل رومي وكمية برضو بسيطة من السجوء مقطعها لقطع صغيرة اه بعد كده باخد الحروف بتاعة العجينة وبقفلها بالشكل ده اه العجينة طبعا اه مع الضغط بتاع الجبنة اللي جواها في الفرن اه في جزء منها بيفتح من فوقه ده بيدي شكل كويس يعني ما نقلقش ان العجينة بتفتح منينة لكن ضروري برضو احنا اه بعد ما بنحط الحشو ان احنا نقفلها كويس اه بعد كده هكمل اه باقي قطع العجينة بنفس الطريقة اه ضروري ان احنا ننزل العجينة في العنق بتاع القبكيك بالشكل ده وهنحط باقي الحشو برضو بنفس الطريقة اه اكيد برضو نقدر ان احنا نغير في الحشو زي ما قلنا قبل كده ممكن نستخدم التونة اه ممكن نستخدم الفراخ اه لو مش متاح اندي اي حاجة من دول ممكن قطعة كبيرة من الجبنة الاستنبولي او الجبنة الرومي وافرمها في الكبة مع فلفل رومي وزاتون وقطع طماطم وبالشكل ده هستخدم اه حشو بسيط مش مكلف والعجينة زي ما حضراتكم شفتوا برضو مكوناتها بسيطة ولو حبينا ان احنا نعمل عجينة اقتصادية يبقى اه ممكن نستغنى عن البيضة وعن اللبن البودرة اه برضو ان شاء الله هتدينا نتيجة ممتازة اه كده خلاص انا خلصت القطع بتاعت الفطاير اه بدهن الوش بتاعها برضو اه بفرشة من صلصة البيتزا وهدخلها الفرن على نفس درجة الحرارة الفرن مزبوط من الاول على درجة حرارة 200 هتقعد ربع ساعة لو الوش بتاعها ما اخدش اللون دهبي بشغل الشواية لمدة دقيقتين اه دي البيتزا رول بعد ما استود قعدت ربع ساعة في الفرن القطع زي ما حضراتكم شايفين خفيفة وهشة العجينة مزبوطة اوي والمقادير اللي احنا استخدمناها اه مطلع طعم لذيذ جدا الفطاير ونخلي بالنا واحدة بنقطع العجينة من البداية ان احنا بنقطع عاشر فيها يعني نخلي العجينة مرتفعة شوية علشان ما تتلسعش في الصناية اه كمان لو حبينا ان احنا نبدل الديهان بتاعها بدل ما ندهنها بصلصة البيتزا ندهنها ببيضة مخفوقة اه ده برضو حسب الاختيار وحسب ما بنحب اه ده شكل الفطاير في اه اه اولب الكابكيك بعد ما خلصت طبعا كلها فتحت والجبنة طلعت منها بالشكل الجميل ده وعلى فكرة الشرط ان الفطاير تفتح والجبنة تطلع منها بالطريقة دي احنا لو قفلناها باحكام اه ممكن تفضل محتفظة بشكلها اه لكن الطريقة دي انا بفضلها اه اكتر بتكون مغرية قوي في التقديم يعني شكل الجبنة هو اسايح من الكابكيك كده بالطريقة دي اه بيكون شهي قوي ومغري وبالطريقة البسيطة اللي حضراتكم شفتوها دي من نفس العجينة عملنا شكلين مختلفين عملنا اللي بيت زرول بطريقة بسيطة اوي اه في التشكيل وفي التقطيع وعملنا كمان فطاير الكابكيك بالطريقة دي اه شكلها شهي قوي ومغري زي ما قلت لحضراتكم اه اتمنى فعلا تجربوا الطريقة دي للمعجنات هتعجبكم جدا مناسبة اوي ان احنا نقدمها اه في اعياد الميلاد وللديوف وكمان كوجبة غداء او عشاء اه سريعة اه الطريقة سهلة جدا وبسيطة والطعم ممتاز اه العجينة خفيفة وهشة زي القطن اه لو جربتوا العجينة بنفس المقادير دي ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها خالص اتمنى فعلا تجربوها السلام عليكم ورحمة الله